بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السيد الأستاذ دكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرانكوفونية السيدات والسادة بكل مشاعر الود والحفاوة يطيبوا لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية المشاركين في المؤتمر السادس الذي يتنظم الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لإستضافة القمة العالمية للمناخ كاب 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء وتبدو المصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهته ظاهرة تغير المناخ أسدى الوزراء وانطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذي يتصدر أولويات استراتيجات التنمية المستدامة في بلادنا وما يقترن به من أنشطة البحث العلمي في شتى الميادين أود الإشادة بجود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمي للفرانكوفونية العلمية سنويا والذي تصديف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام فليس من شك أن مثل هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتوحي الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات وإنجازات البحث العلمي بما يقدم بشكل عملي وفي إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن نموزجاً عملياً أمسل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات في تحقيق غايات إنسانية عليا تصب في صالح الجميع إعمالاً لمبادئ المساواة والإخاء والحرية ولا جدالة أن التقارب المتنامي بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية يستحق كل تأييد ومؤاذرة فاعتبار مصر شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة وتوقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين لا سيما الاتفاقية الأخيرة التي تتخذ من جامعة القاهرة مقراً لمكتبها الوطني ولمركزها الخاص بتوظيف طلبة الجامعات المصرية وخريجيها يعكس إرادة صادقة لتطوير وتوسيع لطاق مشروعات التعاون الجامعي التي تنفذها الوكالة في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية التسعة عشر الأعضاء في الوكالة ويحدون الأمل أن يتم ذلك بما يتناسب مع إقاع العصر ومقتضاية مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل وذلك في دوق الرئية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهود بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار ويعزز من رئية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع بحيث تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية المنفتحة والعقل البستنير وتتفهم قيمة احترام الآخر والانفتاح المعرفي والإنساني على الثقافات المتنوعة فضلا عن تمتعها بروح المبادرة والقدرة على إطلاق ملكاتها في شتى مناح الإبداع والإضافة والابتكار الأمر الذي يفتح آفاق رحبة للنهود بالبنية التعليمية لشباب الجامعات وخريجيها ومكوناتهم العلمية والثقافية بما يمكن شبابنا من التفاعل مع الفكر المستنير والرؤى الجديدة وذلك في منأة عن العقول المنغلقة والنزاعات المتطرفة والطيارات المنحرفة السادة المزراء تفخر مصر باستضافتها في مدينة الأسكندرية لاحد نمازج التعليم الجامعي المتميز ألا وهي جامعة سنجور للتنمية في إفريقيا فهي تحقق يوما بعد يوم نجاحات واعدة فيما يتعلق بإعداد الكوادر الإفريقية عالية المستوى والمدربة تدريبا عمليا عصريا راقيا بما أهل خريجيها للإدارة الفاعلة لاستراتيجيات التنمية المستدامة لدى العودة إلى أرض الوطن وقد وجهت بالاستجابة لمطلب جامعة سنجور بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجما وأكثر اتساعا من المقر الحالي بغية استعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة الأفارقة الوافدين إلى الجامعة وقد بدأت بالفعل عملية التشهيد بحيث يتم افتتاح المقر الجديد للجامعة في المستقبل القريب إن استثمار المعرفة في مكوناتها المختلفة من أجل النهود بالأمم عبر نسق متعدد ثقافات والانتماءات يعدل نسالة نبيلة حملتها الوكالة الجامعية للفرانكوفونية منذ نشأتها بما تستحق عليه كل تقدير وثناء وأمل في أن يسمي التعاون المثمر والمضطرد بين مصر والوكالة في دعم وإطراء الجهود المصرية الحريصة على بناء أجيال جديدة تجمع بين التكوين العلمي السليم والرقي المعرفي والقدرات البحثية المتميزة والقيم العلمية الإنسانية أجيال تحدوها الثقة وتسكنها الطمأنينة التي تمنحها مسيرة التعليم الجامعي المتطورة ولتي تجيد الربط بين منظومة التعليم الجامعي العصري والإمكانات المتقدمة اللازم توفرها للبحث العلمي مع مقترات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل وفقكم الله وكل الجهودكم بالنجاح والتوفيق وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته